السلام عليكم مرحبا لمتتابعي قناة الحميدي إذن إن شاء الله من خلال الحلقة هذه نهضر لكم على المقترحات اللي جات بها الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء تلاميذ فيما يخص تكمال الموسم الدراسي 2019-2020 وبرمجات الامتحانات الوطنية والجهوية إذن فقط لما تعرف شعينية الجمعية فهي جمعية تدافع عن حقوق التلاميذ وتوفر لهم بعض المستلزمات الضرورية للتحصيل الدراسي الجيد وإلى غير ذلك من الحقوق التي تعرفونها إذن فهذه الجمعية تقترح جوج ديال المقترحات إن صح التعبير كبار يعني اللي جديد في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وهذا الشيء إن شاء الله اللي جديد انتهى الفعله إذن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء تلاميذ هذا هو اللوغو الشعار ديالهم إذن مذكرة في شأن التدابير الخاصة لإستكمال سنة الدراسية الفين وتسعتاش الفين وعشرين إذن هذه المسائل بإمكانكم أنكم تقرأوها فقط إذن تشرحوا فيه الوضع الحالي اللي كتمر منه بلادنا هنزل لكم إلى واحد يعني الفقرة الأساسية إذن تقويم عملية تعليم عن بعد نعطيكم كخلاصة هذه المقدمة إذن عملية تعليم عن بعد لقات وحدة مجموعة من المشاكيل إذن من بين هذه المشاكيل هذه إذن محدودية نسبة تلاميذ التي تتوفر على حواسيب أو لوحات إلكترونية أو هواتف ذكية وخاصة في العالم القراوي وأبناء الأسر الفقيرة والهشة ضعف صبيب الأنترنت وتقاعز شركات الاتصالات عن المساهمة في التخفيف عن أعباء تكاليف الربط بالأنترنت إذن هذه كلها مشاكل أنتما يعني كتعانيوا منها ممكنكم يعني تقرأوا هذه المشاكل هذو هذي ندوز إلى الأهم إذن استئناف الدراسة وبرمجة عملية إنهاء الدراسة إنهاء عفوا إنهاء السنة الدراسية الحالة الأولى استئناف الدراسة يوم الثلاثة ستا وعشرين ماي الفين وعشرين هاي شرحوا لنا يعني هذه المسائل الفطراء من الاثنين خمسة وعشرين ماي الفين وعشرين إلى السبتة ع gay يوليوز الفين وعشرين شم lil quiénہ يتنفيها استئناف دروس انطلاقا من حيث توقفت بتاريخ ربعا تاعش مارس الفين وعشرين هتاكملوا الدروس ديالكم تانيا تا آآ تستثمر الفطراء الدراسية من الاثنين ستا عشرين مايه الفين وعشرين إلى السبتة ربعة يوليوز في استكمال الدروس وإجراء آخر فروض المراقبة المستمرة وعمليات التوجيه الفترة من ستا يوليوز الفين وعشرين إلى 11 يوليوز الفين وعشرين إجراء الامتحانات الإشهادية للمرحلتين تكون غير الابتدائي والإعدادي وتكون هذه الفترة مناسبة للتلاميذ الأولى باكالورية والثانية باكالورية لمراجعة دروسهم لاستعداد الامتحان الجهوي بالنسبة للسنة الأولى والباكالورية الوطني بالنسبة للسنة النهائية إذن الفترة من 13 يوليوز الفين وعشرين إلى 18 يوليوز الفين وعشرين إجراء الامتحان الجهوي والامتحان الوطني للباكالورية أما نهار 23 يوليوز 2020 إعلان نتائج دورة العادية للبكالورية ويوم 27 28 29 يوليوز 2020 امتحان الدورة الاستدراكية على أساس أن نهار 5 غشت 2020 سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية إذن تتخذ جميع تدابير من أجل الملأمة عملية الانتقاء وامتحانات التعليم العالي والمدارس ذات الاستقطاب المحدود مع التواريخ الجديدة للامتحانات إذن جميع الكونكور طبعاً غير تم الإعلان عليها بعد البكالورية وغير برمجوا عن التواريخ وفق هذه العملية الإجراء دي الامتحانات إذن شوفوا العملية دي النجاح العتبة يعني كيفاش قد تكون هذه النقطة هذه إذن نظرني الظروف القاهرة والاستثنائية التي عاشها التلاميذ والتلميذات فإن المكتب الوطني يوصي بتخفيض عتبة النجاح استثنائياً ويقترحوا عتبة النجاح من قسم إلى قسم إذا كنت تقرأ في السابعة وغطلع الثامنة أو إذا كنت تقرأ في صنكيم وغطلع الثيزية أن النقطة تكون من تمانية تمانية على عشرين عتبة النجاح من مستوى إلى آخر يعني مثلاً من السابعة أو من التاسعة عتبة النجاح من المستوى إلى آخر ستكون على ثمانية ونصف إلى عشرين على أن تعمل الوزارة على تسطير برنامج للدعم التربوي خلال السنة الدراسية المقبلة طبعاً الدعم يكون في دروس اللي أنتو ما نجزتو إذا الحالة الثانية عدم استئناف الدراسة يوم الثلاثة الساعة وعشرين ميل ألفين وعشرين إذا الحالة الثانية قليك إلى ما استأنفتوش الدراسة نهار يعني ستا وعشرين إذا شنو غيقترحوا هنا يا تجرى الامتحانات الإشهادية في أوقاتها المقررة مع اتخاذ الإجراءات التالية هناك يقترحوك يقولك بأن الامتحانات ستتم في تاريخ الأصلي لمرمج الامتحانات الوطنية أو الجهوية ولكن شنو ما الشروط اللي اقترحو؟ الزيادة في مراكز الامتحانات والتقليص من طاقاتها الاستعابية سيزيدكم الأقسام ثانياً اعتماد على عشرات مرشح أو عشر المرشحين في كل قاعة من قاعات الامتحان عشرات ديال تلامد أو عشرات ديال المترشحين اللي غادي دوزوا في قاعة وعدها ثالثاً تعقيم قاعة الامتحانات باستمرار أفهم باستمرار وتزويد المرشحين بوسائل الوقاية إذا الملأمة الأطول المرجعية لامتحانات مع المنهاج الدراسي المنجز إلى غاية 14 مارس 2020 إذا كما كتعرفوا على أن الإطار المرجعي كيكون يعني ديال ديال الامتحانات يعني في الدروس ديال الدروس دورة اللولة ودروس ديال الدورة الثانية إذا هو ما شو نقترحه واقترحه على أن هذا الإطار المرجعي أنه يتقلم معه غير الدروس اللي فقط نجزته حضورياً في القسم خامساً تخفيض عتبة النجاح في الامتحان الإشهادية الإبتدائية والثانوية والإعدادية إذا غير يخفضوا العتبة يعني ديال النجاح إلا كانوا مثلاً أنت ينجحوا العشراء فهما كيقترحوا هذه الجمعية أنهم ينجحوا مثلاً إلى تسعود أو إلى ثمانية فقط ما قالوش ولا إنما هذا هو يعني آه المقترح ديالهم آه إذا إلى غير ذلك من آه الأشياء دعم التابعة الوطنية هذه الأشياء يعني بإمكانكم أنكم تقرأوها آه إذا هو المكتب الوطني وهو الخاتم دياله باش ما تقولوش بأن هذه الأشياء يعني مزورة إذا الإخوان كي مشتو معي يعني واحد المجموعة من المقترحات في حالة ما أنكم ما فهمتوش شي مقترح أو لا ما فهمتوش شي خطوة من هذه الخطوات أو لا في حالة ما أنا يعني ما شرحت شي خطوة من هذه الخطوات أو هذه المقترح اللي جاتوا بهذه الجمعية بإمكانكم أنكم تخلوه لي في التعليق باش إن شاء الله نشرح هذه الأشياء يعني بتمعون وفي حالة ما أنكم يعني بغيتوا هاد هاد يعني هاد المذكرة هدي فما كي ينباس أنني انصفتها لكم أو اللعيني نحطها لكم آه في التعليق إذن أضربوا لكم وإذن إلى الحلقة القديمة إن شاء الله